بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية مرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم إن شاء الله حلقتنا اليوم هو الدرس الأخير من دروس المتحدة المشتقات لذلك النهاردة قواعد نحوية هو الدرس الأخير من دروس المشتقات بعنوان اسم التفضيل طيب تعالوا معنا نتعرف على أسلوب التفضيل وصوغ اسم التفضيل طيب أسلوب التفضيل تعالوا كده نشوف الجملة التي أمان عندما أقول الشمس أكبر من القمر مثال بسيط الشمس أكبر من القمر طيب المثال ده معناه إن الشمس والقمر اشتركوا في صفة وزادت الشمس عن القمر في هذه الصفة طيب يبقى الشمس هنا هي المفضل أنا كده فضلت الشمس على القمر يبقى الشمس يسمى المفضل طيب أكبر أكبر هو اسم التفضيل تمام يبقى أكبر هو اسم التفضيل طيب الشمس أكبر ممن؟ من القمر يبقى القمر هو المفضل عليه تمام يبقى أنا عندي أسلوب التفضيل بيتكون من سلاسة أركان المفضل واسم التفضيل والمفضل عليه المفضل هو الاسم الذي زاد في الصفة تمام عن المفضل عليه استخدمت كلمة أكبر على وزن أفعل لأقارن بين الشمس والقمر وأعبر أن الشمس زادت عن القمر في صفة القمر يبقى القمر هو المفضل عليه تمام يبقى عندي أسلوب التفضيل بيتكون من سلاسة أركان الركن الأول هو المفضل أكبر اسم التفضيل والمفضل عليه اللي هو القمر طيب تعالوا نتناول تعريف اسم التفضيل اسم التفضيل كما ذكرنا هو المشتق الأخير من المشتقات اسم التفضيل هو اسم المشتق من لفظ الفعل يدل على اشتراك شيئين أو أكثر في صفة بينهما وزاد أحدهما عن الآخر طيب عندما أتناول المثال التالي الطائرة أسرع من القطار الطائرة أسرع من القطار ده كده الجملة كاملة تسمى أسلوب تفضيل طيب الطائرة هي المفضل أسرع اسم تفضيل أسرع ممن؟ من القطار يبقى هنا القطار هو المفضل عليه يبقى كده المنتي عايزين نحدد الأركان الثلاثة بالشكل ده الطائرة هي المفضل أسرع اسم تفضيل والقطار هو المفضل عليه طيب يبقى كلمة أسرع تدل على أن الطائرة والقطار اشتركوا في صفة وزاد أحدهما اللي هو الطائرة على القطار في هذه الصفة تعالوا نتناول سياغة اسم التفضيل اسم التفضيل بقى كيف يصع يعني أنا من الوقت هنا زي صغة المبالغة كده كيف يصع كان لها أوزان معينة اسم التفضيل نفس الموضوع اسم التفضيل سهل بقى اسم التفضيل بيصع على وزنين على وزن أفعل للمذكر أو على وزن فعلة للمؤنس طيب على وزن أفعل للمذكر وعلى وزن فعلة للمؤنس تعالوا كده هنالبعض الأمثلة طيب أول حاجة عندي مثال لإسم التفضيل على وزن أفعل طيب على وزن أفعل لما أقول العالم أفضل من الجاهل أين الكلمة التي على وزن أفعل نجد أن كلمة أفضل على وزن أفعل وطبعا الحمد لله إحنا عارفين بنوزن كويس إزاي أفضل أصلها فاضولة فعالة هنا قمت بزاية الألف أو الهمزة في أول الكلمة بزاودها في الميزان تبقى أفضل على وزن أفعل زي كلمة أكبر على وزن أفعل أصغر على وزن أفعل وهكذا طيب الجملة التي أمامنا العالم أفضل من الجاهل أين أركان أسلوب التفضيل أول حاجة المفضل طبعا هو ممتازين هو العالم طيب أين اسم التفضيل أفضل على وزن أفعل ممتازين أين المفضل عليه الجاهل هو المفضل عليه طيب ده كده أسلوب التفضيل وده اسم التفضيل على وزن أفعل تعالوا نتناول مثال تاني القاهرة أكبر مساحة من الغرداء طيب القاهرة أكبر مساحة من الغرداء أين الكلمة التي على وزن أفعل نجد أفعل هي أكبر طيب أين المفضل عليه نجد أن كلمة القاهرة هي المفضل طيب القاهرة هي المفضل فضلتها على مين؟ على الغرداء طيب أين اسم التفضيل؟ أجد هنا الكلمة التي على وزن أفعل هي بكلمة أكبر على وزن أفعل ويه؟ الغرداء هي المفضل عليه طيب نتناول مثال آخر المنافق أسوأ من العدو الظاهر المنافق أسوأ من العدو طيب أنا أتيت بهذا المثال عشان أو أضح لكم أن التفضيل ليس دائما في الصفة الحسنة يعني الزيادة ممكن تكون زيادة في الصفة الحسنة مثل أعظم أو أكبر أو أطول أو ممكن تكون صفة سيئة مثل أسوأ أو أحقر أو أبشع كل دي أيضا اسم تفضيل ولكن تفضيل في الصفة السيئة طيب يبقى كلمة المنافق هو المفضل أين اسم التفضيل؟ أسوأ أين المفضل عليه؟ العدو يبقى كده أنا فضلت كلمة فضلت المنافق في الصفة السيئة عن العدو يبقى دي نقطة مهمة جدا أن اسم التفضيل ليس دائما صفة حسنة ليس دائما صفة محمودة ممكن تكون صفة زميمة أو سيئة طيب الطفل أولى بالرعاية طيب أين المفضل هو الطفل؟ طيب أين اسم التفضيل؟ أولى أولى على وزن أفعل طيب أين المفضل عليه؟ نجد هنا أن المفضل عليه محزوف والمقصوب به أن الطفل أولى بالرعاية من جميع الناس يعني الطفل هو أفضل أو هو أولى بالرعاية يبقى إذن المفضل عليه هنا محزوف يفهم من سياق الجمع ده كده مثال أن أحيانا المفضل عليه بيكون محزوف طيب كده يا شباب اسم التفضيل على وزن أفعل بالشكل ده كل اللي بعمله بجيب الفعل وبضع ألف على همزة في الأول يبقى أقول صغرة أصغر أعظمة أعظم فضلة أفضل طيب تعالوا كده كيف نحول من أفعل إلى فعلة للمؤنسة طيب تعالوا كده نعمل مقارنة بين أفعل وفعلة على سبيل المثال كلمة أقصى أقصى على وزن أفعل طيب الصفة التي على وزن فعلة هتبقى قصوى أقول الدرجة القصوى قصوى على وزن فعلة يبقى أقصى قصوى طيب إذا كان كلمة أعلى أعلى المؤنس على وزن فعلة هتبقى أقول الدرجة العليا يبقى كلمة عليا على وزن فعلة طيب كلمة أصغر أصغر على وزن أفعل تبقى المؤنس على وزن فعلة تبقى ممتازين صغرى زي أكبر كبرى وأعظم عظم طيب عندما أقول أعظم أقول عظم عندما أقول أدنى أدنى أيضا على وزن أفعل يبقى المؤنس دنيا تمام كلمة دنيا يعني أقل يبقى هنا دي كده طريقة أو أمثلة لبعض المذكرة اللي هو على وزن أفعل والمؤنس على وزن فعل تمام طيب تعالوا كده أو أسفل أيضا سفلة تعالوا نتناول أمثلة لإسم التفضيل على وزن فعل مثال عندما أقول القاهرة قبرى المدن القاهرة قبرى المدن طيب أين المفضل القاهرة تمام أين اسم التفضيل قبرى على وزن فعل طيب أين المفضل عليه أجد أن كلمة المدن يعني القاهرة تزيد في الكبر عن باقي المدن فأقول القاهرة قبرى المدن طيب الطالبة المكتهدة هي الفضلة الطالبة المكتهدة هي الفضلة طيب دا كده أسلوب تفضيل أنا فضلت من؟ فضلت الطالبة المكتهدة إذا هي المفضل طيب أين اسم التفضيل؟ أبحث عن كلمة على وزن أفعل أو فعلة أين الكلمة التي على وزن فعلة؟ هنا كلمة الفضلة طيب الطالبة المكتهدة هي الفضلة أين المفضل عليه؟ هنا محزوف لأن هنا يفهم من سياق الجملة أن الطالبة المكتهدة هي الفضلة يعني أفضل من باقي الطالبات إذا المفضل عليه أحيانا يحزف ويفهم من سياق الجملة طيب طيب تعالوا كده من فضلكم نتناول بالتفصيل كيفية سياغة اسم التفضيل طيب اسم التفضيل يصغب بطريقتين هناك طريقة مباشرة وهناك طريقة غير مباشرة طيب في طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة الطريقة المباشرة رس؟ الطريقة المباشرة إذا كان الفعل مستوفيا لكل الشروط المطلوبة يعني فيه شروط معينة عشان تصاغ على وزن أفعل مباشرة أو على وزن فعل مباشرة في عندي شروط لابد أن تكون موجودة في الفعل أنا تنوى لها أيضا الآن بالتفصيل طيب إذا خالف شرط من الشروط السابقة تمام قلنا لا يصلح أن يأتي بالطريقة المباشرة هيأتي بطريقة أخرى تسمى طريقة غير مباشرة يبقى الطريقة الغير مباشرة إذا لم يكن الفعل مستوفيا لكل الشروط المطلوب طيب إذا كده اسم التفضيل يصغ بطريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة طيب يبقى الخطوة اللي بعد كده إحنا عايزين نشوف الشروط التي يجب توفرها في الفعل لكي نصيغ الفعل على وزن أفعل أو فعلة مباشرة طيب تعالوا ننتقل للشروط المطلوب أول حاجة عندي شروط الفعل الذي يصغ منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة أول شرط عندي أن يكون الفعل سلاسيا إحنا عندنا أن الأفعال في اللغة العربية أربعة أنواع سلاسي ورباعي وخماسي وسداسي ذكرنا قبل ذلك أن أقل فعل في اللغة العربية يتكون من سلاسة أحرف وأكبر فعل من ستة أحرف يبقى الأفعال إما أفعال سلاسية أو رباعية أو خماسية أو سداسية طيب اسم التفضيل بالطريقة المباشرة أول شرط لابد أن يكون الفعل سلاسي طيب يعني معناه كده أن الفعل إذا كان غير سلاسي مثل رباعي أو خماسي أو سداسي مثل الفعل الزلزلة زلزلة فعل مكون من أربعة أحرف يبقى هنا لا يصلح أن يأتي بالطريقة المباشرة طيب انتصر انتصر يتكون من خمسة أحرف انتصر أيضا لا يصلح أو لا يصح أن يأتي بالطريقة المباشرة طيب كلمة استخدمة أو استخرجة أو استقامة أيضا أفعال سلاسية لا تأتي بالطريقة المباشرة ما ده أول شرط إنه هو يقول سلاسي مثل الفعل عظمة كده سلاسة أحرف أقول أعظم طيب فضل سلاسي أقول أفضل طيب على سلاسي أقول أعلى وهكذا طيب ده الشرط الأولين الشرط الثاني أن يكون تاما تاما الأفعال التامة يقصد أنها ليست أفعال ناقصة اللي هي ليست من كانة وأخوتها الأفعال الناقصة التي يأتي بعدها اسمها وخبرها يعني لا يأتي فاعل أو مفعول به يعني كان أقول مثلا كان الجو رائعا كان الجو رائعا الجو ليست فاعل الجو هي اسم كان وعندما أقول كان الجو الجملة لا تكتمل إلا بذكر رائعا الخبر فدي أفعال ناقصة الأفعال الناقصة لا يأتي منها اسم تفضيل بالطريقة المباشرة يعني إذا كان من كانت أخوتها لا يأتي منها اسم التفضيل بالطريقة المباشرة طيب يبقى أوه حاجة ثلاثيا تاني شرط تاما الشرط الثالث أن يكون مسبتا يعني لا يأتي من الفعل المنفي يعني لا أفاضل بين شيئين في فعل منفي يعني مثلا مثلا لا يفيد أو لا ينفع لا يصح أن آتي مباشرة بفعل منفي يبقى سلاسي تام مسبت من فضلك نحفظ الكلام ده كويس شروط اسم التفضيل سلاسي تام مسبت طيب الشرط الرابع أن يكون متصرفا أن يكون متصرفا طيب ما معنى كلمة متصرف عندنا في اللغة العربية الأفعال تنقسم لأكثر من نوع من حيث التصرف والجمود الفعل المتصرف هو الذي المتصرف هو الذي يأتي منه الماضي أو المضارع أو الأمر الفعل مثلا يكتب أو الفعل كتب ماضي المضارع يكتب الأمر اكتب هذا الفعل المتصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر تمام كلمة أعظم يعظم أعظم ده فعل متصرف ده أفعال متصرفة يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر طيب هناك نوع آخر من الأفعال تسمى أفعال جامدة أفعال جامدة يعني لا يأتي منها الماضي والمضارع والأمر وتنقسم إلى مثلا في فعل جامد زي ليس الفعل ليس هو فعل ماضي ليس له ده فعل ماضي ليس له مضارع ولا أمر ده كده فعل جامد أخذنا قبل كده في الفصل الدراسي الأول الأفعال المتحو الزم نعمة وبئسة نعمة وبئسة أفعال جامدة حبزة ولا حبزة كانت أفعال جامدة لا يأتي منها المضارع ولا الأمر دي أفعال جامدة أيضا فعل مثل عسى أفعال جامدة لا يأتي منها اسم تفضيل يبقى كلمة المتصرفة لا يصاغ من الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئسة وعسة وليسة وهكذا الشرط الخامس أن يكون مبنيا للمعلوم مبنيا للمعلوم كما ذكرنا أي ليس مبنيا للمجهول طيب يعني لا يصاغ اسم التفضيل من الفعل المبني المجهول مباشرة يعني فعل مثل كوفئة كوفئة أو كلمة قيلة أو صيمة أو صينة دي أفعال مبنية للمجهول لا تصاغ منها اسم التفضيل بطريقة مباشرة طيب الشرط الخامس أن يكون قابلا للتفاوض طيب ماذا أنا قابلا للتفاوض عندما أقوم بالتفضيل بين شيئين لابد أن يزيد أحدهما على الآخر عندما أقول فلان أعظم من فلان فأقول هنا فيه هنا أحدهما زاد على الآخر في درجة العظمة عندما أقول الشمس أكبر من القمر الطائرة أسرع من القطار فيه هنا حد أسرع من حد طيب هنا عندنا في اللغة العربية فيه بعض الأفعال غير قابلة للتفاوض أي أنها في مستوى واحد ما فيش درجات فيها بيسمها أفعال غير قابلة للتفاوض زي إيه؟ زي الفعل مات الموت درجة واحدة ليس هناك درجات في الموت مات فلان ومات فلان هو الموت لدرجة واحدة تمام؟ لا أستطيع أن أقول فلان أموت من فلان هذا غير قابل للتفاوض وأيضا مثل الفعل غرقة أو هلكة أو فانية دي أفعال كلها درجة واحدة ليس بها درجات ليس لديها تفاوت في دي أفعال لا يأتي منها اسم تفضيل الشرط السابع والأخير ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنسه فعلاء طيب ما معنى هذه الجملة؟ كما ذكرنا قلنا أن اسم التفضيل كان يأتي على وزن أفعل أو فعل يعني أصغر المؤنس صغرى طب أكبر قبرى طب أعظم عزمة طب أسفل سفلة طيب ده كده الوصف لو أفعل فعلة ده اللي هو الشرط اللي هو المفروض يتحقق هناك بعض الأفعال عندما أصفها أستخدم أفعل ولكن المؤنس لا يأتي على فعلة ولكن يأتي على فعلاء يعني عندما أقول أخضر هذا قلم أخضر المؤنس خضراء طب أسفر صفراء طب أحمر حمراء طب أعرج عرجاء وهكذا طيب هذه الأفعال أفعل فعلاء هذه الأفعال لا يأتي منها اسم التفضيل بطريقة مباشرة طيب يبقى عندي لا يصاب مباشرة من الفعل حمراء أو خضراء أو زرقاء لأنها أحمر حمراء أو أخضر خضراء أو أزرق زرقاء أيضاً لا تأتي من عرجة لأن أعرج وعرجاء أو أعور وعوراء كل هذه لا تأتي منها بطريقة مباشرة تمام؟ بكده يا شباب إحنا عندنا سبعة شروط لإسم التفضيل للفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة نرجع مع بعض كده أن يكون سلاسياً تاماً مسبةً متصرفاً قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنسه فعلاء وأن يكون مبنياً للمعلوم تمام؟ طيب حضرتك بتقول فيه شروط سبعة طيب إذا خالف شرط من الشروط دي كيف نأتي بإسم التفضيل؟ هننتقل بعد ذلك إلى الطريقة الغير مباشرة طيب تعالوا كده الطريقة الغير مباشرة إذا لم يكن الفعل مستوفياً للشروط المطلوبة إذا هو إسم التفضيل يأتي بطريقة غير مباشرة طيب مثال إسم التفضيل إذا كان غير سلاسي مثل الفعل إزدحمة أو الفعل انطلقة أو استخرجة طيب ده كده غير سلاسي أو إذا كان أفعل مؤنس على وزن أفعل فعلاء يعني أحمر أو الحمراء أو أغضر خضراء تمام؟ إيه اللي بيحصل؟ كيف نأتي بهذين النوعين بإسم التفضيل؟ طيب نتبع الطريقة التالية واحد نأتي بإسم تفضيل من عندنا في إسم تفضيل مستوفي للشروط يعني مثل الكلمات اللي إحنا حفظينها أكثر أو أشد أو أسهل أو أصعب أو أولى أو أحق زائد نأتي بالمصدر الصريح من الفعل يعني إيه بقى المصدر الصريح؟ المصدر الصريح هو المفؤول المطلق بتاع الزمان اللي إحنا عارفينه يعني انطلق أو الانطلاق طيب يعني مثلا عايز أقارن بالفعل انطلق اسم تفضيل أقول مثلا الصاروخ أشد انطلاقا مثلا من الطائرة أو الأشد انطلاقا عملت إيه هنا؟ أولا انطلق لا يصح أن يأتي منه مباشرة باسم تفضيل طيب يبقى انطلق عشان ده غير سلاسي من خمسة أحر أعمل إيه؟ ألجأ إلى المصدر من انطلق انطلق انطلاق ثم قاتي باسم تفضيل من عندنا مستوفل الشروط مناسب أقول أشد انطلاق أو أسرع انطلاقا أو ممكن العكس ممكن أقول أقل انطلاقا ممكن أقول أعكس أقول الكطار أقل انطلاقا مثلا من الطائرة أو أقل انطلاقا من الصاروخ يعني مش شرط أنه يكون أشد لا ممكن يبقى الصفة بالعكس وأعكس اسم التفضيل تمام؟ طيب أيضا لا يصح أن أقول مثلا التفاح أحمر من الورد أو ماء البحر أزرق من ماء النيل ده كده مرفوض تمام؟ ده كده تعبير خطأ لماذا؟ لأن هذه الأفعال يأتي منها الوصفة على أفعال اللازم والناس وفعلاء طيب أجيبها إزاي؟ نفس الكلام أجيب اسم تفضيل من عندي عايز أقارن بين التفاح مثلا والورد في درجة الحمرة أقول التفاح أشد حمرة من الورد لا أقول أحمر من خطأ لا أقول ماء البحر أشد زرقة من ماء النيل لا أقول أزرق من وهكذا يبقى في عندي حاجات مرفوضة لا أستطيع أن أقول أبيض من أو أزرق من أو أسود من كل ده أفعال غير طبعا لا يأتي منها الوصفة على أفعال فعلة ولكن يأتي على أفعال فعلة طيب طيب كيف يأتي السؤال عندما أقول هات اسم التفضيل من الأفعال الآتية في جملة من عندي السؤال بيأتي هكذا الفعل ازدحم الفعل انطلق الفعل زرقة الفعل حمر طيب أول حاجة الفعل ازدحم تعالوا كده نتناول المثال ده أقول عندي القاهرة أكثر ازدحما من أسوان طيب أنا عايز أقارن ها بين القاهرة وبين أسوان في الفعل ازدحمة طيب ازدحمة ده ايه مشكلته ازدحمة ده غير سلاسي يعني ازدحمة خمسة أحرف طيب والشرط الأساسي أنه يكون سلاسيا ليس خماسيا أو رباعيا أو سلاسيا إذن الفعل ازدحمة مخالف للشروط مخالف للشروط أنه غير سلاسي طبعا وأحيانا يطلق يقولي لماذا لا يأتي من هذا الفعل اسم تفضيل بطريقة مباشرة السبب أقولي أنه فعل غير سلاسي ده السبب طيب أقول القاهرة أكثر ازدحمة عملت إيه أول حاجة أتينا باسم تفضيل من عندنا مستوفي للشروط إزي أكثر على حسب بقى معنى الجملة ثم نأتي بالمصدر أو المفعول المطلق تمام اللي هو ازدحمة طبعا هنا لا يعرب مفعول مطلق أنا أقول مفعول مطلق اللي كي أسهل عليكم طيب ماذا يعرب يعرب هنا تمييز لمميز ملحوظ يعني تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح تمام يبقى أكثر ازدحمة المصدر الذي يأتي على وزن أفعل ويكون ناكرة منصوبة يبقى دا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتح تمام طيب القاهرة أكثر ازدحمة من أسوان أو القاهرة بمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم أكثره هيبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم ازدحمة يبقى تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبي الفتح ومن حرف جر وأسوان هيبقى اسم مجرور طبعا وعلامة جر الفتحة عشان دهما منوع من التجار ننتقل الفعل مخالف للشروط إنه غير سلاسي أبحث عن كلمة أو جملة في سياقها تناسب المضمون أقول الصاروخ أشد انطلاقا من الطائرة طبعا الفعل زرقة الفعل حمراء كما ذكرنا أقول ماء البحر أكثر زرقة من ماء النهر أو أقول التفاع أشد حمراء من ألوان تعالوا ننتقل للنقطة التالية إذا كان الفعل منفي مثل يلا يكون أو لا يعصي أو يكون مبني للمجهول مثل يكافأ أو يطاع أو مثل الفعل الناقص كان أو ظل طيب كيف نأتي باسم التفضيل من هذه الأفعال طيب أولا كما ذكرنا نأتي باسم تفضيل مستوفي للشروط مثل أكثر أو أشد أو أسهل طيب النقطة بقى المهمة أننا نأتي بمصدر الفعل مصدر يسمى مؤول ما معنى المصدر المؤول نأتي بالفعل المضارع من هذه الأفعال مسبوكا بكلمة أن طيب تعالوا كده أن زائد الفعل المضارع من الأفعال التي تأتي لي ويطلب مني أن أصغى اسم تفضيل طيب اللي بقى فيه ملحوظة مهمة أن أن زائد الفعل المضارع المنفي زي أن لا يخون تكتب هكذا أن لا يخون يعني من أن لا يخون تكتب أن لا يخون أن لا يعصي تكتب أن لا يعصي يعني كلمة ألا مكونة من أن زائد لا وطبعا الفعل بعدها يأتي فعل المضارع منصوب هنا أن لن كي حد تلام التعليل من أدوات نظر الفعل المضارع طيب تعالوا كده مثال كلمة لا يخون أقول الصديق أولى ألا يخون صديقه يبقى أتينا بكلمة أولى اسم تفضيل زائد أن والفعل المطلوب اللي هو لا يخون أصبحت هكذا الصديق أولى ألا يخون صديقه لا يعصي أيضا أقول المؤمن أقدر أو أولى أو أحق ألا يعصي ربعه كلمة يكافى أيضا مبني للمجهول أقول المتفوق أحق أن يكافى أحق من عندنا أحق ده كده مستوفي للشروط زائد المصدر المؤول أتينا بكلمة أن زائد الفعل المضارع الذي أمامنا طيب كلمة يكون أقول الإبن أولى أن يكون بارا بوالدي تمام أولى أن يكون يبقى أولى زائد أن زائد الفعل المضارع طيب تعالوا ننتقل للملحوظة المهمة لا يوصغ اسم التفضيل نهائيا لا بالطريقة المباشرة ولا بغير المباشرة من الأفعال أولا الأفعال الجامدة لا نعمة وبئسة وعسى وليسة لا يأتي منها لا مباشر ولا غير مباشر وأيضا من الأفعال غير قابلة للتفاول لأنه لا مفاضلة بين هذه الأفعال تمام دي نقطة مهمة جدا ويقول لك لماذا لا يوصغ اسم التفضيل من الفعل النعمة أو الفعل ماتة أقول نعمة لأنه فعل جامد أو ماتة لأنه غير قابل للتفاول طيب تعالوا ننتقل للملاحظة أو الملحوظة المهمة التالية هناك أسماء تفضيل خالفة القاعدة يعني ليس على وزن أفعل تمام كلمة خير وكلمة شر وكلمة حب هذه السلاس كلمات فقط خير أصلها أخير حزفة الهمزة خير وأقول مثلا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف من خير اسم تفضيل تمام أقول مثلا شر الصفات الخيانة يبقى كلمة شر هنا أيضا هتبقى اسم تفضيل طيب كلمة حب أقول مثلا حب الأعمال إلى الله ها مثلا طاعة الوالدين أو بر الوالدين يبقى كلمة حب وخير وشر دي أسماء تفضيل على غير القياس طيب الملحوظة المهمة التالية اسم التفضيل كما ذكرنا ها مثل بقى المشتقاط ها يأتي مفردا أو مسنة وجمع يأتي مذكر ومؤنس أفضل فضلة أو أفاضل أو فضليات كلها أيضا أسماء تفضيل طيب تعالوا ننتقل إلى تدريبات على اسم التفضيل طيب السؤال الأول هات اسم التفضيل من الأفعال الآتية في جملة من عندك الفعل الأول واسعة طيب منفضلكم نركز مع بعض الفعل واسعة هل هذا الفعل يأتي بالطريقة المباشرة أم بغير المباشرة طيب الفعل واسعة مكون من ثلاثة أحف يبقى كده سلاسي الفعل واسعة ليس من كانة أخواتها يبقى إذن تام الفعل واسعة واسعة يأتي منه المدارع والأمر والماضي يبقى إذن متصرف واسعة مبنياً للمعلوم واسعة ليس منفياً وهكذا يبقى ده مطابق لكل الشروط تمام كل ما أفعله أضع ألف قبل ألف أو همزة فوق الألف قبل أول الفعل أقول أوسع ثم أأتي بعد ذلك بجملة بسيطة تمام أقول مثلاً المحيط أوسع من البحر جب أتيت بجملة فيها اسم تفضيل عقدت مقارنة بين شيئين في الاتساع المحيط أوسع من البحر طيب الفعل التالي تفائلة طيب كلمة تفائلة أمامنا تفائلة مكون من خمسة أحرف خمسة أحرف يبقى ده مخالف للشروط لأنه لازم يكون سلاسي طيب كيف نأتي باسم التفضيل من هذا الفعل أصبح نعرفنا اسم التفضيل يبقى نأتي بالمصدر الصريح تفائلة تفاؤلاً ثم آتي باسم تفضيل مستوفي للشروط مثل أكثر أو أسرع وهكذا مثلاً نقول الطموح أكثر تفاؤلاً من الكسور يبقى عقدت مقارنة بين الطموح وبين الكسور بالفعل تفائلة جبت أكثر تفائلة زي ازدحمة أكثر ازدحامة طيب كان الفعل كان ده فعل نقص كيف يأتي كان بيأتي منه المصدر المؤول يعني لازم أقول أن يكون طيب واجيب فعل من عندي أو اسم تفضيل مستوفي للشروط من عندي أقول الطالب أفضل أن يكون يبقى كان أو أن يكون واجيب حاجة سهلة تبقى أفضل أو أولى أو أقدر أو الأفضل أن يكون تمام أصبح أو الأفضل أن يصبح ظل أو الأفضل أن يظل وأأتي بكلمة مناسبة طيب الفعل استخدمة أيضا استخدمة ما الشرط الذي خلفه الفعل استخدمة ممتازين الفعل استخدمة ستة أحرف يبقى ده غير سلاسي يبقى ممكن يجيب بقى بتمصدر الصريح أقول مثلا المسترة أقل استخداما من القلم المسترة أقل استخداما من القلم أو ممكن أعكس أقول القلم أكثر استخداما من المسترة تمام طيب الفعل سما سما لا سما ده مستوفر الشروط أقول مثلا التفوق هو الهدف الأسمى للطلاب يبقى الأسمى سما أسمى زي على أعلى ده مستوفر الشروط طيب لا يجذب لا يجذب ده فعل منفي فعل منفي هجيبه بالطريقة هجيب اسمي تفضيل من عندي زائد أن زائد لا يجذب وهنا اتفقنا أن أن زائد فعل منفي بلا تبقى ألا يبقى ألا يجذب مثال أقول عندي هنا الصديق أولى ألا يجذب على صديقه أولى ألا يجذب يبقى ألا تبقى ألا يجذب طيب تعالوا كده ننتقل إلى قطعة نحوية شاملة كما تعودنا في نهاية حلقتنا قطعة شاملة على كل أنواع المشتقات السابقة فضلوا معنا نتناول هذه القطعة وأرجو أن تشاركونا في الحل قبل الإيجاب فضلوا معنا تعالوا نتناول التدريب التالي قطعة المعنى اقرأ ثم أجل إن الهدف الأسمى والمرجو للكراءة هو إعداد مواطن يقز واع ومدرك لأهمية دوراه في المجتمع قادر على مواجهة تحديات المستقبل والكراءة لها أهمية عظمة فهي مفتاح للثقافة والإنسان المثقف أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات حوله خاصة في عصر المعلومات والحاسوب والتطور الرهيب في كل مجال حولنا طيب تعالوا كده السؤال الأول سؤال الإعراض إن الهدف الأسمى الأسمى هنا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة طيب إن حرف ناسخ الهدف هو اسم إن الهدف الأسمى ألف ولا مؤلف ولا معرفة وتصفوها إن الهدف الأسمى يبقى الأسمى نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب هو اعداد مواطن كلمة اعداد مواطن نبدأ من الجملة كده هو اعداد طيب هنا كلمة اعداد تعرف خبر بعد كلمة هو هو اعداد مواطن كلمة مواطن هنا أول حاجة هنا أنظر إلى ما قبلها كلمة اعداد اسم ام فعل؟ اسم طيب اعداد مواطن طيب ناكرة وناكرة ماذا كنا نفعل لو تفتكروا الطريقة القديمة هلأس كنتم أقول هنا نضع ألف ولام للكلمتين إذا كانت مناسبة تعرب نعت ما بعدها إذا كانت غير مناسبة تعرب مضاف إليه طيب ينفع أقول الإعداد المواطن غير لائقة طيب ينفع أقول إعداد المواطن آه يبقى هنا إعداد المواطن لو وضعنا ألف ولام للكلمة الثانية إذا كان اسمين يبقى كلمة تانية مضاف إليه يبقى كلمة مواطن مضاف إليه مجرور وعلامة جاره الكسف طيب هي مفتاح طبعا دي تناولناها كثيرا الكلمة التي بعد الضمير المنفصل هو وهي وأنتم تعرض أيضا خبر المفتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب والإنسان المثقف أكثر قدرة أكثر قدرة تناولناها الآن في شرح اسم التفضيل إذا كان الكلمة التي بعد اسم التفضيل إذا كانت ناكلة منصوبة يبقى قدرة تعرض بإيه ممتازين هتبقى تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبي الفتحة مثل أكثر ازدحاما أكثر قدرة أعظم حضارة هيبقى تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبي الفتحة طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال الاستخراج السؤال الأول استخرج اسم فاعل لفعل سلاسي واسم فاعل لفعل غير سلاسي وأذكر فاعل طيب اسم فاعل لفعل سلاسي نبحث عن كلمة على وزن فاعل طيب تعالوا كده ننظر إلى السطر الأول هو إعداد مواطن يقز واعن تأملوا كلمة واعن هل تذكركم بشيء واعن تذكركم كلمة واعي وراضي هنا جاءت ناكرة وتنتهي بالياء هنا تحظى في الياء إذا كانت ناكرة طبعا هتبقى هنا ناكرة مجرورة أو مرفوعة تحظى في الياء يبقى أول حاجة عندي كلمة واعن وكلمة قادر على وزن فاعل يبقى واعن على وزن فاعل وكلمة قادر على وزن فاعل طيب اسم فاعل لغير سلاسي نبحث عن كلمة تبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر طيب تعالوا كده نتأمل نجد الكلمات الآتية كلمة مواطن مواطن ميم مضمومة وقبل الآخر مقصور مواطن من الفعل واطن واطن يواطن فهو مواطن كلمة مدرك من الفعل أدرك أدرك يدرك فهو مدرك إذا كده اسم فاعل لفعل غير سلاسي ننتقل السؤال التالي سيغة مبالغة أوزان سيغة المبالغة عندي خمسة أوزان فعال مفعال فعول فعيل فعل تعالوا كده نبحث عن كلمة على هذا الوزن نجد عندي الأوزان كلمة يقز يقز على وزن فاعل هناك بعض الكلمات على هذا الوزن من فضلكم نحفظها كلمة يقز على وزن فاعل وحذر وفاطن وجشع كل هذي سيغة مبالغة على وزن فاعل طيب التطور الرهيب رهيب على وزن فعيل مثل عظيم وقدير كل ده على وزن فاعل ننتقل للإستخراج التالي اسم المفعول لفعل سلاسي واسكر فعله مضبوطا بالشكل واسم المفعول لفعل غير سلاسي طيب تعالوا كده نشوف اسم المفعول لفعل سلاسي نجد هنا والمرجو الفعل رجا يبقى مرجو زي دعا مدعو تمام طيب كلمة مرجو هل فعلها رجا أم روجية لابد أن أبني المجول أقول روجية طيب عصر المعلومات معلومات ما مفرد كلمة معلومات معلوم على وزن مفعول يبقى ده اسم مفعول من الفعل السلاسي طيب فعله لابد أن يأتي مبنيا للمجهول أقول علمات طيب اسم مفعول بقى لغير سلاسي أقول والإنسان المثقف مثقف طيب كلمة مثقف مو من مضمومة هل هو مثقف هل هو مثقف ولا مثقف فتح ما قبل الآخر فعله ثقف طيب الاستخراج التالي عاوزين اسم مكان وبين فعله اسم آلة وبين وزنه واسم تفضيل وزنه طيب اسم مكان أذكركم اسم مكان من السلاسي كان أبحث عن وزنين على وزن مفعول بفتح العين أو مفعول بكسر العين مفعول مثل مدخل ومسع ومرمى ومكتب طيب على وزن مفعول مثل كلمة موعد وموطن وموقع ومسجد طيب غير السلاسي أبحث عن كلمة تبدأ بين مضمومة وفتح ما قبل الآخر ودل على المكان طيب تعالوا كده نشوف اسم المكان كلمة مجتمع 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 اسم مكان فعله اجتمع يبدأ بين مضمومة وفتح ما قبل الآخر طيب عندي كلمة مجال في كل مجال كما ذكرنا مجال على وزن مفعول طيب مجال فعلها جالة جالة سلاسة معتل الوسط كيف نأتي باسم المكان أو الزمان من السلاسة المعتل الوسط أذكركم إذا كان الفعل معتل الوسط بالألف مثل جالة على طول الألف أبحث عن أصلها جالة المضرع يجول الألف أصلها واو الواو كما ذكرنا ضعيف تبقى مصير صادة مصيد وهكذا طيب عندي اسم آلة اسم آلة أبحث بقى عن الآلات الموجودة في القطعة وأوزانها المشتقة كما ذكرنا الأوزان المشتقة إذا تأملنا نجد عندي كلمة مفتاح كلمة مفتاح على وزن مفعال خلاص أقول لك هنا وهي مفتاح للثقافة يبقى مفتاح آلة للفتح مفتاح ومنظر ومصبح كل دي اسم آلات وميزان طيب كلمة أيضا الحاسوب حاسوب على وزن فاعول يبقى دي أيضا اسم آلة تمام طيب عايزين اسم تفضيل كيف نستخرج اسم تفضيل شرحناه بالتفصيل الآن أبحث عن كلمة على وزن أفعل أو كلمة على وزن فعلا إذا نظرنا إلى القطعة نجد عندي كلمة اسم تفضيل أجد عن كلمة الأسمى إن الهدف الأسمى الأسمى الأفعل يبقى الأسمى والأعلى والأقصى والأدنى كل دي على وزن الأفعل طيب أيضا كلمة عزمة لها أهمية عزمة على وزن فعلا يبقى عزمة وقبرى وصغرى كل ده على وزن فعلا أيضا كلمة أكثر على وزن أفعل أكثر على وزن أفعل كل دي كان استخراجات في القطعة كده شباب تهينا من القطعة كده أرجو إن إحنا نكون استفادنا من كيفية الاستخراج والأوزان من فضلكم نركز جدا في الأوزان وإحنا بنستخراجها تمام طيب تعالوا بنا نستكمل حلقتنا فضلوا معنا كده شباب انتهت حلقة اسم التفضيل وصوغه وكيفية الإتيان في اسم التفضيل من الطريقة المباشرة والطريقة أو بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة وأخذنا تدريب شامل على كل أنواع المشتقات السابقة أرجو أن أكون قد أفضتكم في هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة